الذكرى الثالثة عشرة للانسحاب الإسرائيلي من لبنان مناسبة أكد فيها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أنه لا يمكن أن يكون في جبهة فيها أمريكا وإسرائيل وشق صدور وقاطع رؤوس ونبش قبور معتبرا أن المجموعات التي وصفها بالتكفيرية هي اليوم القوة الأكبر والتيار الغالب في الميدان في سوريا أشهد أن رئيس الأسد قبل ولكن المعارضة رفضت القيادة السورية الحالية على طول الخط كانت تقبل بالجلوس إلى طاولة الحوار وبالتوصل إلى تسوية سياسية وكانت تقبل بإجراء إصلاحات جوهرية في النظام ولكن المعارضة إلى اليوم ما زالت ترفض الحوار نصر الله وعد أنصاره بالنصر في سوريا حيث يشارك في المعارك إلى جانب النظام ضد مقاتلي المعارضة وأضف أن سيطرة الجماعات التي وصفها بالتكفيرية على سوريا أو على المحافظات المحاذية للبنان هي خطر كبير على لبنان ووحدته